بسم الله الرحمن الرحيم الهادي العزوزي أستاذ عليم ثانوي مرشح عن دائرة الحنشة الرقم الثنين أود أن أتقدم بالشكر إلى كل المرشحين وإلى كل أحرائر وأحرار الحنشة مدينة واريافا على إنجاح الانتخابات في دورها الأول وعلى منح ثقتهم لأكون صوتهم الحر الواضح والصادق دفاع نحن حقنا المشروع في حياة كريمة لذلك فإنني باش نأكد على ما اتفقنا عليه في الدور الأول من الانتخابات يا أهلنا بالحنشة مدينة وارياف يدينا فيدينا بعضنا باش نعملوا على تحقيق جملة من الاهداف واللي هي ممكنة وما هياش مش تكلف الدولة سهل تحقيقها ونراها مهمة باش تغير حياتنا للأفضل حنشة منطقة فلاحية بالأساس لذلك سنعمل سويا على تعميم الآبار العميقة على كامل أريافها وهكى نظم إنتاج فلاح وفير وعلى فيه بالكميات اللازمة كما سنعمل بإذن الله على تشريع قوانين تمكن صغار الفلاحين من قروض صغيرة ميسرة وسريعة دون فوائد تساعد على مجابهة غلاء البذور والأدوية والأسمدة كما سنعمل على سيانة المسالك الفلاحية بالجهة بما يسهل التنقل الحنشة أهلها عطاشة خاصة في الأرياف لذلك سنعمل على حل مشكل الجمعيات المائية مع بعضنا سنعمل على تمكين أكثر ما أمكن من العائلات المعوزة من المنح الاجتماعية وما أكثر هذه العائلات في الحنشة شبابنا هو مستقبلنا لذلك سنعمل على دعم كل المشاريع القانونية التي تهدف إلى انتشال شبابنا من البطالة كما سنشجع المبادرة الخاصة بتمكين الشباب من قروض دون فوائد للانتصاب للحساب الخاص يا أهلنا بالحنشة سأعمل جاهدا أو سنعمل جاهدين على تحسين واقع المؤسسات التربوية بالجهة كما سنعمل على إحداث أخرى الحنشة فيها أكثر من ستين ألف ساكن لذلك سنعمل على تطعيم المستشفى المحلي ببعض الاختصاصات كما سنعمل على تجديد أسطول النقل بالجهة للحد من معاناة التنقل خاصة لبناتنا وأبنائنا التلاميذ سنعمل سويا بإذن الله على تطوير المنطقة الصناعية توسعة وجلبا للاستثمار بغاية خلق فرص عمل جديدة لشبابنا الذي أنهكته البطالة الحنشة معتمدية تأسست سنة ألف وتسعمائة وثمانة وستين إلا أنها بقيت مهملة رغم موقعها الجغرافي المهم لذلك سنعمل سويا على إحداث محكمة ناحية والصناديق الاجتماعية ووحدة سيانة شبكة الكهرباء لتقريب الخدمة من المواطن يا أهل الحنشة مدينة وأريافا على حد سوا هذه ليست تعود بل هي أهداف سنعمل بإذن الله على تحقيقها سويا وهذا لا يكون إلا بالرؤية الواضحة والإيمان الراسخ والعزيمة القوية والنوايا الصادقة خدمة للناس لا لمصالح الأفراد والفئات الضيقة المجد للشهداء والعزة لتونس موعدنا يوم 29 جامعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر